السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من تعلم العربية بمناسبة شهر الربيع الأول ومولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر حبيت أتكلم عن ملمح بسيط من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء ده الشاهد اللي أنا عايز أتكلم فيه ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه ومتفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم الحديث واضح مش محتاج شرح ولكن أنا حبيتك تشعر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قالش للخادم كلمة بسيطة تزعله كلمة أف دي أقل شيء يعني ما قالهاش للخادم بتاعه المدة عشر سنين ما قالوش ليه أنت عملت كده ولا ليه أنت ما عملتش كده اعرف أنت بقى من نفسك كيف كان خلق هذا الرجل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم